تفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه صحيح مسلم من خلال شرح المعاني والمفردات ثم نبين أهم الأحكام التي وردت في هذه الحديث ونبين أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلواته الله وسلامه عليه أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع علىه إن ذهبت توقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا أهلا وسهلا بكم أخوات الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب النكاح أي كتاب الزواج وكنا قد وصلنا عند حديث أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث بوابه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله باب في المدارات بالنساء والوصية بهن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيراً إخواني الكرام أخوات الكريمات النبي الكريم صلى الله وسلم دائماً يوصي هذه الأمة بالوصايا والإرشادات لما فيه منفعت هذه الأمة ولما فيه منفعت الأسرة ولما فيه منفعت الحياة الزوجية فيما بين الرجل وزوجته وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أهمية الأخلاق الكريمة والآداب الجميلة التي يجب أن يتحلى بها الرجال تجاه الزوجة من خلال الكلام الطيب والكلام الحسن وقولوا للناس حسنا قال جل وعلا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والنبي أيضاً صلى الله عليه وسلم دائماً ما يرشدنا إلى الوسائل والأداب التي تزيد فيما بين الزوجين من الألفة والمحبة وما يعني يوطد العلاقة الزوجية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث يقول من كان يؤمن بالله يعني الذي خلقه إيماناً الذي قد تخلق بهذا الإيمان إيماناً كاملاً اعتقاداً وعملاً وذلك بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم بأركان الإسلام والإيمان وهذه الخصال الطيبة قولاً وعملاً ويؤمن أيضاً باليوم الآخر كما جاء في هذا الحديث وهذا دليل على أهمية يوم القيامة عندما يستشعر المسلم هذا اليوم العظيم الذي فيه معادة وفيه مجازاتة بعمله فالنبي صلى الله عليه وسلم خص الإيمان بالله واليوم الآخر من بين سائر ما يجب الإيمان به وهذا يعني مقصود هذا الحديث أو هذه الصيقة وهذا الكلام منه صلواته الله وسلامه عليه أنه حث لنا جميعاً على التزام هذه الأوامر وهذه النواهي التي جاءت في هذا الحديث النبوي الشريف إذا شهد أمراً أي على الإطلاق سواء كان أمراً بين اثنين أو جماعة واغتظى الحال أن يتكلم في ذلك الأمر فلينظر فإن كان في كلامه خير فليتكلم أو فليسكت والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائماً يوصي الرجال بالمعاشرة الطيبة لزوجاتهن وكذلك أيضاً يعني يتخلقون بالأخلاق الكريمة تجاه تلك النسوة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أمر مهم جداً حيث يقول استوصوا بالنساء وأقضى في الرواية عند البخاري خيراً استوصوا بالنساء خيراً يعني تواصوا فيما بينكم بالإحسان إليهن فإن المرأة خلقت من ظلع والظلع يعني أحد أعضاء الصدر والمعنى أن في خلقهن عوجاً وأن أعوج شيء في الظلع أعلى وهذا مبالغة في عوجاج هذا الظلع الظلع والتأكيد على معنى الكسر لأن تعذر الإقامة في الجهة العلية أمره أظهر وقيل يعني يحتمل أن يكون ذلك مثلاً لأعلى المرأة لأن علاها رأسها وكذلك لسانها طبعاً أخوات الكرام أخوات الكريمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تركته لم يزل أعوج أي على حاله التي خلق عليها وهذا طبعاً ضر مثل من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة فهو يريد منهن الاستقامة وربما أفضى ذلك إلى الطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منا معاشر الرجال أن نحسن العاقة مع النساء الكلمة الطيبة الكلمة الجميلة الأخلاق الجميلة مع النساء لذلك قال صلى الله عليه وسلم عليه فاستوصوا بالنساء خيراً أي لا سبيل إلى الصبر أو لا سبيل مع ذلك إلا بالصبر على هذا الإعجاج من خلال الإحسان للمرأة من خلال حسن المعاشرة مع المرأة من خلال الترفق مع هذه المرأة وفي هذا الحديث إشارة إلى يعني منزلة هذه المرأة وأن يحتمل الرجل يعني يصبر على زوجته إن بدأ منها شيئاً وكذلك فيه المدارات لاستمالة وتألف القلوب فيما بين الزوجين وكذلك وكذلك فيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر عليهن إن بدأ منهن بعض الأخطاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن نفقنا وإياكم بطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فرعد بعد البخاري صح والقرآن